رابعاً آثار التضخم بنقول للتضخم الكثير من الأثار السلبية أهمها ما يلي واحد أثر تضخم على إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع المختلف بنقول دلوقتي إحنا عندنا طيفتين في المجتمع الطائفة الأولى بتتميز دخولها بالجمود وببطءة التغير زي الناس اللي هم شغالين في الجهاز الإداري والحكومي للدولة وكذلك أرباب المعاشات والإعنات الاجتماعية بنقول إن هذه الطائفة بتتأثر سلبياً بفعل التضخم وبتتضهر القوى الشرائية لدخولهم النقدي وبالتالي فإن نصبهم في الدخل القومي الحقيقي ينخف تدريجياً بفعل التضخم الطائفة الثانية اللي هي زي مكتسب الأرباح والمهنيين والحرفيين هذه الطائفة أو هذه المجموعة من المجتمع يعني بتتميز دخولهم بسرعة النمو وبالتالي وبتكون في اتجاه طردي غالباً مع معدلات التضخم ومع المستوى العام للأسعار بنقول إن هذه الطائفة يعني بتتصاعد أرباحها وإرادتها وبالتالي فإن نصبها في الدخل القومي الحقيقي بيزداد وذلك على حساب الطائفة الثانية الأسعار الثاني السلبي للتضخم وهو يعني تأثير التضخم على التوزيع العشوائي للثروة بنقول إن الثروات الموجودة في المجتمع يمكن تقسمها بشكل عام إلى ثروات نقضية ومالية وثروات عينية وحقيقية أصحاب الثروات النقضية والمالية هم أكثر الناس تأثراً بشكل سلبي بفعل التضخم نتيجة لتآكل هذه الثروات النقضية والمالية بفعل التضخم حيث أدي التضخم إلى تآكل القوى الشرائية لهذه الأموال التي هي على شكل نقود أما أصحاب الثروات الحقيقية والعينية زي العقارات والمقتنزات وما إلى ذلك هؤلاء تزداد قيمة ثرواتهم العينية والحقيقية بفعل التضخم حيث يلقى كثير من الأشخاص وكثير من أفراد المجتمع إلى هذه الثروات وإلى شرائها من أجل الاحتفاظ بالقوى الشرائية لهذه الثروة فبنقول أن أصحاب الثروات العينية والحقيقية يستفيدون بعض الشيء من التضخم بينما يقع الضرر ويقع الأزى من التضخم على أصحاب الثروات النقضية والمالي والذين يتأثرون بتآكل القوى الشرائية لثرواته الأثر الثالث هو تأثير التضخم على المديونية بنقول يستفيد المدين من التضخم بينما يتضرر الدائن وذلك لكون المدين طبعا يقترد مبلغا من المال وبيعيده أو يرجعه تانيه لصحبه بعد فترة معينة بقيمة حقيقية أقل وذلك نظرا للتضخم بنقول الأثر الرابع اللي هو أثر التضخم على ميزان المدفوعات وهنا ممكن نقف وقفة صغيرة بنقول أن تأثير التضخم على ميزان المدفوعات بيجي من كافتين أو من ناحيتين إيه الكلام فيه للموضوع ده بنقول دلوقتي التضخم يؤثر على الصادرات والتضخم برضو يؤثر على الواردات من الخارج كيف يؤثر التضخم على الصادرات دلوقتي بنقول التضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية وبارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية يقل الطلب الأجنبي أو الخارجي على هذه السلع والخدمات وبالتالي تنقص الصادرات هذا من ناحية الصادرات طيب من ناحية الواردات تصبح السلع والخدمات الأجنبية المستوردة من الخارج نسبيا أرخص بالنسبة للمستهلكين المحليين وبالتالي يزيد الطلب المحلي الداخلي على الواردات وعلى السلع والخدمات اللي بتيجي من الخارج فبتزيد الواردات فتزداد الواردات يبقى إذن دلوقتي الخلاص يؤدي التضخم إلى نقص الصادرات وإلى زيادة الواردات وبالتالي يحدث نوع من العجز في ميزان المدفوعات بفعل التضخم الحاجة الخامسة بنقول تأثير التضخم على النمو الاقتصادي بنقول اختلفت الأراء حول أثر التضخم على النمو الاقتصادي حيث يرى فريق أن التضخم يخلق حالة من عدم اليقين حول الأوضاع الاقتصادية المستقبلية وبالتالي يؤثر ذلك سلبيا على قرارات الإستثمار ويؤخرة وهناك فريق آخر من الاقتصاديين يرون أن التضخم قد يكون دافعا للنمو الاقتصادي حيث أن ارتفاع الأسعار لفترة معينة يعمل على زيادة الأرباح فتزداد الاستثمارات ويزيد التشغيل وتنخفض البطال والحقيقة بنقول أن تظل صحة أي من الرأيين الأول أو الثاني من هؤلاء الاقتصاديين صحة أي منهما تكون محكومة بنوع وحدة تضخم فأتضخم الشديد والسريع بدون شك هيضر بالنمو الاقتصادي بينما التضخم البطيء أو المعتدل يكون دافعا للنمو إذا ما صحبه بسياسات اقتصادية رشيدة بنقول لعلاج التضخم لابد من اتباع سياسة نقضية ومالية انكماشية تهدف إلى تقليل الطلب الكلي وتتمثل هذه السياسات بشكل عام في الآتي أدوات أولا أدوات السياسة النقضية أولا أول حاجة من أدوات السياسة النقضية اللي هي مطلوبة من أجل علاج مشكلة التضخم أول حاجة رفع سعر الفيدة اتنين رفع نسبة الاحتياط النقضي القانوني تالاتة دخول البنك المركزي بائعا للسندات الحكومية طبعا كل هذه الأدوات وهذه الآليات التي يستخدمها دي أدوات يستخدمها البنك المركزي من أجل التحكم في عرض النقود من أجل نقص الكمية المعروضة من هذه النقود في المجتمع ومن أجل نقص أو التحكم في قدرة البنوك التجارية في خلق النقود الإتمانية كل هذا يؤدي إلى نوع من الانكماش ونوع من نقص الطلب المتسبب في فعل التضخم وذلك من خلال أدوات السياسة النقضية طيب لو إحنا حبينا نشوف إزاي نعالج التضخم من خلال أدوات السياسة المالية بنقول من أهم هذه الأدوات رفع معدل الضريبة تقليل الإنفاق الحكومي أو رفع الضريبة وتقليل الإنفاق الحكومي اللي هما السياساتان السابقتان معا